منذ انقلاب الميليشيات على الدولة اواخر ديسمبر الفين واربعة عشر تعمل ذراع ايران في اليمن لتغييرات ديمغرافية في التركيبة السكانية شمالية اليمن لا سيما صنعاء عبر الاستيلاء على اراض خاصة لمواطنين والعبث بالتقسيم الاداري للمحافظة لتنفيذ اجندات خارجية من شأنها الاضرار بالنسيج الاجتماعي في مناطق سيطرتها وادخال المجتمع في اتون صراعات طائفية قد تشكل بداية لهدم الترابط المجتمعي في المناطق الشمالية وقد بدأت الجماعة في السنوات الاخيرة وضع خطط لتغيير الطبيعة الديمغرافية لبعض المحافظات ولا سيما صنعاء في اطار مشروع لاحاطة نفسها بتكتلات سكانية موالية لها بالكامل واتخذ تنفيذ هذه الخطط نسقا تصاعديا في الاشهر الاخيرة ولا سيما منذ اعلان الهدنة الانسانية برعاية اممية في ابريل الماضي وحذرت الحكومة اليمنية من خطورة الحملة الممنهجة للحوثيين للعبث بالنسيج الاجتماعي والسلم الاهلي وقيم التنوع والعيش المشترك بين اليمنيين من خلال استيلائها على الاراضي في صنعاء ومحيطها وتوطين عناصرها القادمين من محافظة صعبة وتحدث نشطاء يمنيون في وقت سابق عن اقدام الحوثيين على مصادرة اراضي الالاف من الاسر في صنعاء بذريعة انها املاك تابعة لوزارة الدفاع وطالت الحملة الحوثية منازل وعقارات بزعم انها تطل على مناطق عسكرية او انها بنيت في مواقع عسكرية واضاف النشطاء ان التهجير القصري يبقى احد اخطر اشكال التغيير الديمغرافي التي تمارسها ميليشيات الحوثي والتي حدثت في محافظات الصعبة وعمران وتعز